موسيقى مشاهدين الكرام ورحب بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جارية حلقة الليلة بعنوان هل هناك تناقضات في القرآن إذا كان القرآن من عند الله فالمفروض أنه لا يقاع في المتناقضات لا يقول الشيء ونقيده إذا كان القرآن من عند الله المفروض أن هذا الله يعلم الغيب ويعلم المستقبل وبالتالي لن يفاجأ ولن يغير كلامه أو رأيه إذا وقع أي مستجد قبل أن نؤمن بالقرآن علينا أن نفحصه داخليا علينا أن نتأكد أنه لا يحتوي أي آيات أو أفكار متضادة فيما بينها فالقرآن يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سنتدبر القرآن في هذه الحلقة وسنرى هل فعلا يصمد القرآن أمام الفحص والتدقيق هل هو كتاب متجانس أم كتاب متناقد إذن عنوان الحلقة هل هناك تناقدات في القرآن هل هناك تناقدات في القرآن سؤال ينبغي ويحق لنا ومن حقنا أن نسأله لأن القرآن يدعي أنه كتاب من عند الله فينبغي أن نفحص هذه الجزئية كما فحصنا في جزئيات سابقة في الحلقات الماضية طبعا أحييكم المشاهدين على الفيسبوك وعلى الذين يريدون التواصل معنا موجود الأرقام سيضعها حتى الأدمن بتاع الصفحة والأرقام ستوضع على الشاشة أيضا يمكنكم الاتصال بنا ومشاركة أراءكم وتعليقاتكم وأسئلتكم على هذه الحلقة مستمرين أيضا في حملة لماذا كفرت بالقرآن الهاشتاج مستمر على تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المرجو أن نستخدمه في المشاركة في هذا الموضوع إكس مزلم حد مسلم سابق يقول تأمل جيدا داعش وقارن بين ما فعلته وفعلها محمد يتضح لك التشابه الرهيب لماذا كفرت بالقرآن خديجة صالح على تويتر تقول اقرأ سورة الأحزاب والنساء والطلاق آيات إباحة الاستعباد الجنسي في وما ملكت يمينك آية اغتصاب الطفلة غير البالغ بسك شرعي آية واللائي لم يحضن أما آيات إهانة وظلم المرأة فهي أكثر من أن يتسع لها تويتر وفقط مثال واضربوهن في سورة النساء لماذا كفرت بالقرآن أسئلة ويعني تعليقات كثيرة علي راع يقول لأنه كتاب كغيره نابع من بيئة وثقافة وتصورات تلك البيئة الكفر بكتاب جملة بلا معنى في الحقيقة كفر هو بتصورك وتقديسك لهذا الكتاب كفر بالعقلية التي بني بها هذا الكتاب والعقلية التي تجعل الإنسان يقدس هذا الكتاب ويسير حياته وحياة غيره غصبا ومعارفه وفقا له إذن كل واحد بيعبر بطريقة لماذا كفر بالقرآن في شخص آخر ولساها ثورة يناير هذا العنوان على تويتر لأنني تجرت من تحيز الأعمى للإسلام والقرآن وتجرت من انتماء له ثم نظرت للإسلام والقرآن والمحمد فوجدت أنهم جميعا تطور منطقي من مراحل تطور الإنسانية لا قدسية بها ولا تدخلات إلهية إنما عملية تطور بشري إنساني مجتمعي طبيعي هاشتاغ لماذا كفرت بالقرآن عندي كلمة هنا الكثير من الناس يتابعون الهاشتاغ يتابعون النقاش لكن أحيانا يكونون مثل المتفرجين السلبيين إذا لم يكن لديك أي مانع أو خطر في استخدام الهاشتاغ وكنت في مكان آمن مش في السعودية مثلا أشجع الناس حتى نكون مغيرين للمحيط حولنا خليكم شركاء فعالين في التجاوب واستخدام السوشيال ميديا لأنه لن نستطيع تغيير العقليات إذا كنا متفرجين سلبيين كان بإمكاني أن أكون متفرجا سلبيا ولا أقوم بهذا البرنامج على الإطلاق لكن أخذت على عاطقي مهمة صعبة وهي مواجهة الأفكار السائدة التيار السائد في المجتمعات الإسلامية حتى يتغير لأنه بالمعرفة نستطيع أن نغير الناس فخليكم شركاء فعالين بالسوشيال ميديا شاركوا أعملوا الشير أعملوا الهاشتاغ وما تخليك دايما متفرج سلبي هذا لن يغير من الواقع شيء نغير بنشر الأفكار إذن نبدأ في الموضوع القرآن يضع معيارا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورة النساء 82 قال ابن زيد إن القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا ما جهل الناس من أمره فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم هذا تفسير التبري لسورة النساء 82 بمعنى أن القرآن يضع لنا تحديا أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان القرآن من عند بشر لو وجدوا فيه متناقدات تناقض بين آياتي بمعنى لو أتبتنا التناقض نكون قد أتبتنا أن القرآن من مصدر بشري جميل جدا طبعا الحال إذا لم يوجد تناقض ليس معناه مباشرة أنه من عند الله لأنه ممكن أن نجد كتاب ليس فيه تناقض هل كل كتاب خلا من التناقض هو من عند الله لا بطبيعة الحالة لكن لو وجدنا التناقض هو حتما ليس من عند الله فإذا نتبع هذه القاعدة نبدأ في بعض المتناقدات التي ذكرها القرآن خلينا نشوف مثلا حالة الكافر يوم القيامة من أعرض عن ذكر الله من أعرض عن القرآن من أعرض عن الإسلام في سورة طه العيات 124 إلى 26 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة يعني له معيشة صعبة عذاب مليئة بالعذاب ونحشره معيشة الآن ونحشره يوم القيامة أعمى يعني من أعرض عن ذكر الله من كفر بالله من ترك الله نحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى يتساءل هذا الكافر يوم القيامة وقد كنت في الدنيا بصيرة لم حشرتني أعمى وأنا كنت من قبل بصير ما الذي حصل قال كذلك أتتك آياتنا فنسيثها وكذلك اليوم تنسى عقابا لك على ما فعلته بآياتنا إذن الآن تنسى في يوم الحشر ونتركك بلا بصر جيد إذن نتعلم حاجتين أنه يتكلم في حوار مع الله قال ربي لم حشرتني أعنى هو يتكلم على الأقل لديه حاسة الكلام لكنه أعمى ليس لديه حاسة البصر ويتساءل في أخذ ورد مع الإله قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال الله كذلك أتتك آياتنا بيسمع في تجاوب الله يكلمه إذن يتكلم يسمع ولا يرى جميل في سورة الإسراء سبعة وتسعين تمانية وتسعين ومن يهدي الله فهو المهتد يعني الله هو المتحكم في قلوب الناس من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه طبعا من يضلل الله دي مشكلة في حد داتها لكن نتجاوزها في هذه الحلقة فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يوم القيامة سيحشر الله الذين أضلهم بنفسه الناس الذين أضلهم هو سيعاقبهم يوم القيامة ويحشرهم على وجوههم يمشون على وجوههم يعني بالمقلوب وجوههم تحت ورجلهم فوق عميا مثل الآية التي رأيناها في سورة طه بكما لا يتكلمون في هذه الحالة ثم لا يسمعون مأواهم جهنم كلما خبت يعني كلما اقتربت من الانطفاء زدناهم سعيرا ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا من كفر بالآيات حصل الله هذه الأمور يوم القيامة يحشر على وجهه أعمى أبكم وأصم ثم مأواه جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا يعني كلما اقتربت من الانطفاء النار طب النار في الدنيا نقول أنه تنطفئ بفعل الهواء بفعل انتهاء المصادر الاشتعال كل هذا طب حتى في جهنم يعني تخبوا النار فيروحوا يعني زدناهم سعيرا يشعلوا النار أكتر ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا آينا لم بعوتونا خلقا جديا يعني أنكروا قيامة الأجساد وكفروا بالقرآن وكفروا بآيات الله المشكلة هنا هذه الآيات ناقذة التي قبلها الكافر يحشر يوم القيامة أعمى لكن يمتكلم ويسمع هنا أعمى لا يتكلم ولا يسمع كتب القرآن بينسى بيعطي الصورة للكافر يوم القيامة ويعطي الصورة أخرى طيب هو أعمى فقط ولا أعمى وأصم وأبكم ولو كان أعمى وأصم وأبكم كيف جرى هذا الحوار مع الله قال رب لما حشرتني أعمى وكنت بصيرة قال كذلك فإذا في حوار كيف صار هذا الحوار يعني طب ما جدوا الحوار إذا كان لا يسمع تعرف أنه كاتب القرآن يناقض نفسه في الفرقان وفي سورة القمر يحشرون على وجوههم يعني بالمقلوب الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكان وأضلوا سبيلا إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس صقر الإله يتلذذ بعذابهم ذوقوا مس صقر ومسحبين على وجوههم آيات أخرى تؤكد هذا الأمر لكن المسلمون تساءلوا في حديد في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة كيف كيف سيمشي بالمقلوب قال أليس الذي أمشاه على رجليه قال هنا محمد يعني رد على السائل أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه وعلى وجهه يوم القيامة قال قتاذة بلى وعزة ربنا يعني طبعا الذي كان قادرا على أن يمشي على رجليه قادرا أن يمشيه يوم القيامة على رأسه وعلى وجهه لا يوجد أي مشكلة طيب احنا كلنا نجمع السورة الآن بالمقلوب أبكم أعمى أصم لكن في نفس الوقت يتكلم ولو حوار مع الله المتناقضات في سورة الفرقان 27-28 يوم يعض الظالم على يديه يعني بالندم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يقول نسي أنه كان أبكم صار يقول يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلة يتحصر لكن يتكلم يطلق هذا الكلام يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلة يعني الأبكم يتكلم ويطلق هذه العبارات كيف الله أعلم في سورة الإسراء 13 و 14 يقرأ وهو أعمى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويدفعون الكتاب له ويقولون اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يعني يوم القيامة سيدفعون له كتابا فيه حسنات سيئات أعمال كلها ثم يقال له اقرأ طيب واحد أبكم لحيسمع اقرأ أعمى لحيشوف الكتاب أصم لا يسمع وأبكم لن يرد فإذن كيف تفضل اقرأ كتابك هو لا لن يسمع الكلام لن يرد ولن يبصر هذا الكلام ما هو كاتب القرآن نسي أنه في مكان تاني قال أنه أعمى ونسي أنه في مكان آخر أنه أصم وأبكم أيضا بالإضافة إلى أنه أعمى ومحشور بالمقلوب يعني على رأسه كيف سيقرأ يقدموا الكتاب بالمقلوب تفضل اقرأ بالمقلوب يعني الصورة متناقدة في حد ذاتي هذا يدل على أن كاتب القرآن ما عنده شيء اعتبار لما قاله من قبل واحد يكتب أي شيء يخطر على باله كل مرة يقدم صورة باتناقد الصورة التي قبلها خلينا نأخذ الأخ يوسف من تونس أهلا بك أهلا أخ رشيد مرحبا مرحبا أخ يونس يوسف يوسف عفو أخ رشيد التصديق الذي قولك على الإسراء 91 هناك تناقض في الأعراف 50 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أطيدوا علينا بالماء صح كيف يتكلموا هم بكم بالضبط هم ينادوا كذلك يسيحوا يعني وكأنهم في سوق آه من كترة العذاب والصياح أكيد التناقضات في الخطاب الإسلامي على عدة مستويات أخ رشيد على المستوى الشكلي أنه الدعاية الإسلامية بتقول أنه القرآن هو نفسه الذي نزل على محمد وهو لم ينزل شيء ولم يتغير فيه حرف واحد والحال أنه نلقى كلمات مثل حياة حيوت وصلاة صلوت ومرأة بالتال مربوطة والتال مفتوحة فهذا على مستوى الشكلي فقط وعلى مستوى الأحكام أخرجين الناسخ والمنسوخ حل المشكلة معنى الأحكام المتناقضة أنا جاي لمشكلة الناسخ والمنسوخ لأنه في حد ذاتها تناقض لا أكيد هو تناقض فتناقض هو حلوه بالطريقة هذه عدد على المستوى القصة أخرجي أنت تعرف أن القرآن بكل سبعين في المئة منه قصص بقودة من كتب أخرى والقصة تروى في القرآن بأربعة خمسة مرات مختلفة وأذكرك بقصة موسى ومنار الموجودة في سورة مريم والنمل وشعراء والقصص وما إلى ذلك التناقض الآخر هو في وصف القرآن وهذا أهم شيء وصف القرآن إذا كان الله هو المتكلف في القرآن ويقول في سورة النحل لسان عربي مبين والمبين هو الشيء الواضح من نفسه الذي لا يحتاج إلى تفسير وفي آية أخرى في آل عمران سبعة وما يعلم تأويله إلا الله ولا الراسقون في العلم ويزيد الدين بلا بكتابة الكلمات المتقطعة وما يسمى بمفاتيح الثور مثل أليم ألف مام صاد في الأعراف والكاف والكلمة المتقطعة هل القرآن مبين أم غامض أم طلاثم نعم لكن ما رأيك في هذا التناقض أن الكافر يحشر أعمى ويحشر في مكان ثاني أعمى أبكم أصم وفي مكان ثاني في حوار بينه بين الله وفي مكان ثاني أقرأ كتابك ما هذه المتناقضات هذه المتناقضات أخرى هي المنطقة البسيط يقول أن كاتب القرآن كما تفضل سياسة أن كاتب القرآن يقول أشياء ينفى ويعرف أن هؤلاء الناس لن يحفظوا شيئا ويقول في ساعتها يسألوا سؤال يجاوب عليه وبعد يسألوا نفس السؤال في بعد يوم أو يومين يجاوب عليه بطريقة ذانية نعم شكرا إذن هذه بشرية القرآن تابتة بهذه الأمثلة وهناك المزيد من الأمثلة سنتطلع عليها لكن نأخذ الأخت أسماء من السويد أهلا بك السلام عليكم السلام أختي أسماء تفضلي كيف تك أخي؟ شكرا بخير الحمد لله الله خليك القرآن تصدقنا طلاب نعم أنا في هذه الحلقة وكتبت أكثر من آية نعم فمن الآيات التي تكشف لنا وغبات تصدق القرآن فمنها من الآية قل أرأيتم إن زعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة إلى صلاة السورة القصة نعم فمحمده لأن الأرض قرابية ليست مفتحة يعني ما يأتبه النهار فإذا زاء اليوم عندنا النهار ففي الآية الأخرى أكثر سوف يصون ليل نعم من الآيات الأخرى التي تكشف لوحدة إثبات بشرية القرآن سبارك الذي ذعل في السماء بروضا وذعل فيها طرازا وقمرا منيرا هو الذي خلق الليل والنهار والسم وقم القوين في شلك يتباحون نعم فين هذه المتناقضات المتناقضات النصاصر كاتب القرآن نعم لا يعني أنه زدوي فمحمد يتوفى أن الإنسان حرق فالعداو يتمنى عن طريق الجل وهذا خطأ لأن المستقبلات تبع الحسية تبع الآلام لا تجد في الجل يجد عن طريق الأعصاب نعم نعم فلأن عن طريق نعك الجوة الأعصاب للأليا الحسية نعم أنا أكتب لأن حتى في على فهم مثلا إضافة إلا تكتير آيات فراحة نعم في الآيات المتشبهات وعلى الآيات المحتمال والآيات التي نزلت فيها مرة واحدة وبعدين ألغيات صحيح صحيح بالإضافة إلى هذه الآية التي تبين بشرية القرآن هي تكرار تكرار التي نزيد فيها لذية القرآن نعم نعم أنه يكرر في أي آرادة تكرار رهيب نعم فذلك السؤال التي تحكي أليس على الأهم حرز والأهم حرز وأن تأكل ثلاثة ثلاثة سكرار حطير جدا فهذه الواحدة تطرق الواحد كان يطلع من الإسلام نعم إذن هذه المتناقضات تظهر لنا أن القرآن مجرد إنتاج بشري وليس من مصدر إلهي نهائيا وفي آية أخرى كما عن السحر يعني ألم ترى أن الله يزي سحر ثم يؤلف وإلى ضد يذهب بالأمساة هم يقولون هذا إعجاز لا ليس إعجاز هذا الحص الدهاني يعني يرى الأحداث الطبيعي بعين سحرية نتيجة بطريقة تسكير تحر الذي يصيب به دماغ دهاني ومحمد كان الأسياء التي يراها يحاول أي طريقة يجعل أهل القرآن يؤمنون به نعم شكرا شكرا لك أختي أسماء على هذه الآيات التي شاركت معنا شكرا نكمل في بعض الأمثلة إذن الكافر يحشر أعمى أبكم أصم مع ذلك يقرأ في سورة الحق 25-26 وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه أعطوه الكتاب ليعرف حسابه فكيف يعرف حسابه وهو أبكم أعمى وأصم وحتى كيف يعرف أنه أصلا أعطوه كتابه وكيف يعرف خلاصة هذا الحساب فأشياء أشياء يعني الصورة ونقيدها ألم يقل القرآن لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا ماذا عن هذه الاختلافات أليست اختلافات كثيرة إذن نحن نحاسب القرآن بناء على نفس المبدأ الذي وضعه لو حاسبنا بناء على هذا المبدأ نخرج بنتيجة أنه فيه متناقضات كثيرة مثلا الكفار غير مسموح لهم بالنطق يوم القيام وأنا معرفش كيف واحد أبكم غير مسموح له بالنطق أصلا لكن نتابع القرآن في المنطق اللي ماشي به ووقع القول عليهم بما ظلم فهم لا ينطقون النام الـ 85 لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلم أي وجب العذاب عليهم بظلمهم أي بشركهم لأنهم مشركون فهم لا ينطقون أي ليس لهم عذر ولا حجة وخيل يختم على أفواهم فلا ينطقون قاله أكثر المفسرين لا تفسير القرطب يعني أكثر المفسرين قالوا أن الله يختم على أفواهم فلا ينطقون لا يستطيعون النطق ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتدرون ما فيش أي فرصة أنه يعتدروا أو ينطقوا سورة المرسلات 34 إلى 36 لكن في آية أخرى تجد أن نسي هذا الأمر تماما وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا أو الذين أضلانا الاثنين وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين مشاكل كثيرة وقال الذين كفروا هم بكم بكم لا يسمح لهم بالنطق ختم الله على أفواههم لا يؤذن لهم ما فيش عندهم أي فرصة للكلام ثم تجد وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما شوف المصيبة الثانية تحت أقدامنا وهم بالمقلوب تحت أقدامنا تحطهم فوق ليكون من الأسفلين ولاحظ فيه أن المعدب يرغب في تعديب شخص مثله أضله يعني هو ضال وأضله لأني أعدب هات لواحد أحطه تحت أخذامي أعدبه أكثر مما أنا أتعدب طب فيه أي تصوير هذا يعني هو تصوير بعيس واحد بالمقلوب في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا يعذب في نار جهنم في هول العذاب لا ينطق أبكى أعمى أصم كل ويقول ربنا هات لي أضلوني أحطهم تحت أقدامي وهو أصلا بالمقلوب إيه الصورة البئيسة هذه في الأنعام 27 وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّار الكفار طبعا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا فَقَالُوا يعني هم مختوم لا يسمح لهم بالنطق بكم صم عمي لا ينطقون ومع ذلك قالوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَهُوا اختلاف كثير لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافا كثيرا وجدنا لو قال لي إله القرآن فردا أنه طلع صح كل شيء يا رشيد لماذا لم تؤمن بالقرآن يا رب أنت قلت أفلا يتدبرون القرآن تدبرنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير رحنا تدبرناه وجدنا فيه اختلاف كثير أنا مشيت بنفس الطريقة التي قلت لي استخدمت مخي وعقلي وقارنت الآيات وجدت فيها متناقضات عملت اللي عليها طلعت أنه من عندي غير الله علي أي شيء نعم أنا استخدمت نفس الوسائل اللي حطيتها في القرآن هل ارتكبت أي مشكلة الدنب على مين على اللي حط المتناقضات مش على اللي اكتشفها يعني الناس سبوا لو قلت لهم أنه في القرآن المتناقضات تسمع سبابه اجتيمة مش أنتوا حطين وسيلة ومعيار ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلاف كثير إذن لماذا لا تسمحون لنا باستخدام هذا المعيار والخروج بهذه النتائج ولماذا تغضبون إذا وجدنا متناقضات افترض يا سيدي احنا على غلط أنه هي مش متناقضات لكن عقلنا البسيط بيشوف أنها متناقضات إذن مش مشكلتنا ما فيه السباب وشتيمة ليس سبوا الشدم المفروض أنكم توضحوا لنا أين المشكلة أو أين ارتكبنا خطأا في إيجاد هذه المتناقضة فين المشكلة هل أسأنا استخدام أي شيء؟ نحن تابعين التفاسير نقرأ التفاسير المسلمين تابعين آيات القرآن مثل ما كتبت نحط كل الآيات بأرقامها الصور بأرقامها لمن يريد أن يبحث ففين المشكلة؟ لماذا الواحد يشتمك وأنت تتبع أسلوب علمي لإيجاد ما يقولون عنه أنه معيار أهو؟ القرآن قابل هذا الأمر هو اللي عرض هو الذي يقول تدبروني إذا وجدتم في اختلاف كثير فأنا لست من عند الله يحاضر على رسوعين نأخذ الأخ هشام من الولايات المتحدة أهلا بك أخي هشام أهلا برادر راشيد سلام المسيح عليك شكرا أخي هشام سلام المسيح لك واضح أنك من خلفية إسلامية وأعتقد أنك مغربي أنا مغربي مزل بمدينة القنيطرة وزيك من أكاذبهم كثير وحال الوقت لنتكلم بكل صراحة الدين الإسلامي مستدين بالمرة نعم دين الإسلامي دين غسل دماغية يعلمهم أعمال إرهابية وقر الإسلامية وصرها يعني انفتاح عقائب أخرى يعني زي نحن كبرنا في المغرب وعبنا أمير المؤمنين اللي كان يدعي أن جده محمد الخامس كان يبليهم في القمر ولا أعمري ما شفت ولا حدث في القمر من غير الناس اللي يعني شغلوا بجدية واكتسافوا يعني عندهم علم يوم اللحبين لوصلوا للقمر نعم صحيح فهو القرآن غلط فيه غلط فيه غلط كله كذب نعم اليوم صرحان جدا لأني لقيب المسيح حتى أني اتخلقت من جديد كيف كان الأمر كيف حصل يعني باختصار كيف حصل أولا يعني كذرت في إرهاب يعني كيف أنت بدك تعلم الطفل الصغير حال بتعديبه يعني كانوا يضربوني كل يوم عشان أقرأ القرآن في اللح يعني دين كله في إرهاب وقمع ويعني تجهيل عشان ما تسأل ولا تعرف ولا تنفتح على ناس ثاني وهذا هو المخطط بتاهم فمن هون أنا عرفت بأنه يعني كتابة عصابات يعني مش إلى خالق الكون حيتي بكلام كده ويقول لك بعدما تكون إرهابي يعني يعني أحسن واحد مسلم عندهم يعني هو يعني هو يعني يجاهد في تبيل الله ويقصى الناس ثانين فمن هون تعرف يعني المستوى بتاعهم يعني حقراء ويعني خطير يعني هذا الدين الإسلامي خطير على البشرية وأنا أنا أقول من هذا المنظر لازم على الدول الأوروبية والأمريكية والجميع الدول المنفتحة أن يغلقوا المساجد فهذا يعلمهم يعني أشياء ضدهم يعني كيف أنت تستقبل ناس في دولة متقدمة ويخليك تمارس ديانتك ولكن هم لا يعرفوا ما يحكوا في المساجد يعني هم لا يحكوا طيب أخي جام حتى لا يفهم كلامك غلط أو ربما حتى نصحح بعض المنظور أنا شخصيا لست ضد المسلم الذي ولا أكره أي مسلم ولا أشجع على كره أي مسلم لكن في نفس الوقت دعني فقط أكمل هذا الجزء أن الدين الإسلامي ليس دين بالأصل يعني أنا أنا كنت مسلم كمان دعا أنا فاهم أنا فاهم مليون في المئة لكن ممكن كلامك يفسر غلط نحن لسنا ضد المسلم أنه يصلي ويتعبد ويعمل ما يريد لكن الإسلام ليس دين من عند الله هذا فقط ما أريد أن أقول أنا لا أعني حاجة صخصية إنسان فأني وما أريد أن أصبه وما أصبه وما أصبه أنا أنا أتكلم من تجربتك مسلم صحيح كنت مرحوب ومخلوق لأن أعرف الحقيقة بعد لما جئت البلد الحرية أمريكا اكتشبت أن دين المسيح دين الحق خوابك دين الإرهاب ودين التجرين وغسل الدماغ بس يعني مش من عند الإله نعم شكرا شكرا لك أخي هشاب شكرا العاف تابعنا وخليك على التواصل شكرا لك الأخ سمير من قطر أهلا بأهل قطر سلام ونعم أخي رشيد سلام سلام تفضل أخي لا بس مغربي آخر من قطر تفضل مرحبا بك شكرا أول شي شكرا على البرنامج العاف صراحة لنور العيون كثير من الناس ومنهم أنا وقبلت المسيح من فتا شهر تقريبا آها ممتاز شيء جميل يعني من أحسن الأشياء التي تشجعني أن أسمع الناس حياتهم تغيرت من خلال البرنامج ومن خلال المواضيع التي نطرحها ومتاز عندي سبب كبير يعني في التغير نشكر الله نحن مجرد أدوات في الحقيقة نحن يريد الأخ سمير نحن متأسفين لأننا عارف هي مكالمات دولية وأحيانا يقطع الخط في النص فأنا منتظر اتصال منك أخ سمير مرة ثانية وممكن ندخله على طول لو اتصل مرة أخرى نكمل في بعض الآيات الأخرى إن أنذرناكم عذاب قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة مرة أخرى يقول الكافر كيف يقول كيف يقول وهو أبكم في الفجر ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وجيه يوم الذين بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يقول الأبكم يقول في النحل أربعة وثمانين ستة وثمانين ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ما فيش كلام لا يؤذن لهم وإذا رأى لاحظ رأى هذا العمي وإذا رأى الذين ظلموا العذاب هم عمي لكن رأوا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا رأى شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قال أو قالوا رأوا وقالوا وطبعا يسمعون قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون يعني رأحوا يلوموا الذين كانوا يدعونهم أو أشركو أشركوهم مع الله آلهتهم يعني فقالوا ورأوا الأعمى يرى ويتكلم وفي نفس القصة وما تعرفش كيف جمع محمد هذه المتناقضات سورة المؤمنون 103 إلى 108 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جعنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون هنا يوجه لهم سؤال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون يعني سمعوا السؤال الله يسألهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ردوا عليه سمعوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون قال جاوبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون طبعا أنا أنا أريد أن أفهم وحد أبكم أصم أعمى وفي نفس الوقت الله يكلمه ومشي معه في حوار قالوا قالوا ويجاوبوا معاه قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون طب إذا كان هذا ليس هو التناقض فما هو التناقض إذا كان هذا ليس تناقضا وليس اختلافا كثيرا فخلاص ما فيش أي اختلاف سيكون في أي شيء في الوجود هذه آيات توضح أن كاتب القرآن يقول الشيء ونقيده هذا ليس من عند الله هو من عند غير الله كما تحدى القرآن بالضبط القرآن أو الكفار يتكلمون يوم القيامة فيه آيات كثيرة حتى نوضح اختلافا كثيرا هو اختلاف كثير الأحزاب 64 إلى 68 إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرة خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يقولون وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا يكلمون الله وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم لحظوا غلهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة يعني هم أضلون السبيل وإحنا معهم سوا في جهنم لكن زود عليهم خلي عذابهم يكون أكتر ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة حتى تشفى قلوبنا يعني من الغل خلي عذابهم يكون ضعف واللعن يكون كبير طبعا يعني إحنا معهم الله وهم أبوكم سمعهم لا يوجد أي مشكلة في الموضوع نأخذ الأخ أمير من فلسطين أهلا بك أخي أمير أهلا بك أخير أهلا بك أخير أهلا بك أخير أهلا بك أخير أنا أشكرك من كل قلبي على كل حلقة أنت أدتها من 2007 إلى 2008 أنا أهد من أهم المتابعين لبرنامجك أهلا وسأل أنا كمان بسمع كل يوم برنامجك وكل يوم بطلع على كل حلقاتك وأنا أشكرك كل شيء وأنا كل يوم باتتابع برنامج يعني منها أنت تدعو كثير محاضرين وباحثين نعم عن هذا الموضوع نعم ما رأيك في الموضوع اليوم؟ اليوم أنه الإنجيل هي الكلام الله والإنجيل هو المقدس هو الكلام الله الوحيد يعني هو الكلام من عند ضمها حددك عن المحبة والتسامح والسلام وحب الأعداء وحب البشر وليس كرهي لأي حد يعني غبر نظر الدين يعني ولا يوجد أي مشاكل يعني هل لو فحصنا القرآن ووجدنا تناقضات هل هذا يعطينا الحق لرفض القرآن على أساس أنه كلام الله كما اشترط القرآن على نفسي نعم نصد نفرد أن نرفض هذا الكتاب لأنه في كما أنه ينقض الكتاب المقدس يعني مش هون يكون كتابين صح يعني كتاب المقدس يعني لو نقض الكتاب المقدس ما فيش مشكلة عندي لي لأن المسلم سيقول لك لا تحاكمني من خلال كتاب المقدس كتابك أنت اللي غلط نترك يا سيدي الكتاب المقدس يا سيدي مع العلم يا سيدي مقارنة مع التاريخ يا سيدي مقارنة مع نفسه بين آياته وجدنا التناقض نحن قارنناه بالعلم وقارنناه بالتاريخ وقارنناه مع آياته الأخرى ووجدنا أيضا تناقض فهذا يخلي الحكم يا سيدي اليهودية والمسيحية بنفسك فممكن تتهمهم أنه كتابهم هو اللي غلط لكن ماذا عن الأشياء الأخرى المهم أنه حتى بشكل تعليم المسيح وحتى بأنه نير ونير نير متواضع يعني مش عايش تركها ما فيش حاجة تروح بعيد يعني صدلي ومش نير متواضع جدا يعني مير خفيف مش حلال وخرام مش حلال وخرام لا يوجد حلال وخرام شكرا لك أخ أمير شكرا هناك أيضا تناقضات بالنسبة لحالة الجنة في سورة الإنسان 13 و14 متكئين فيها على الأرائك وحنا شفنا هذا في موضوع الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة لا فيها برد ولا فيها شمس وبعد هذا مباشرة في نفس الآية ودانية عليهم ضلالها وفي ضل طب كيف يكون فيه ما فيه الشمس وفي ضل ضل ما هو الواحد يحتاج الضل حماية من الشمس لكن إنت ما عندك الشمس على الإطلاق وفي ضل هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون يعني في ضل قاعدين تحت الضل وما فيه الشمس ما هو ما هو التناقض تجده في نفس الآية في نفس الآية أحيانا أحيانا بين الآية والتي بعدها أحيانا بين آية وآية في سورة أخرى أحيانا في نفس الآية طيب نيجي لمسألة الناسخ والمنسوخ ما ننسخ من آية أو ننسها لاحظ ننسخ بمعنى نبطل لأنه النسخ فيه النقل وفيه الإبطال الاثنين هنا ما نبطل من آية أو ننسها ننسها نجعلك تنساها يا محمد نأتي بخير منها ماشي يعني الله يقول أحيانا أنا حشتب على بعض الآيات سألغيها أو نخليك تنساها نأتي ولو فعلنا هذا الأمر نأتي بخير منها ماشي يعني تزيل قول وتأتي بقول خير منه ماشي أنا فهمتها أو مثلها مثلها لماذا تشيل الأولى أصلا لو ستأتي بشيء مثله يعني أنا أشتب على جملة حتى أكتب جملة مثلها ما هذا عبت طب لا لما أنت ما هو ذا كلام الله احنا متكلم عن الكاتب الكبير سبحانه وتعالى يكتب ثم يجد فكرة أفضل من الأولى فيروح شاطب على الأولى هذا هو الإنسان يعني لما أنا أكون أكتب اكتئاب أو مقال أحيانا متكتب فكرة لما تقرأها تجد أنه في فكرة أحسن تشتب على الفكرة الأولى وتكتب هذا هو الإنسان طب ماذا يفرق الله عن الإنسان ما ننسخه من آية أو ننسها يروح منسي محمد آية حتى يعوضوا بآية أخرى أحسن منها طبعا ده فكرة إنسانية أو مثلها وهذا أشد سداجة أنه أنا أشتب على فكرة حتى أتي بفكرة مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أحنا لا لا في القرآن يعني هو على كل شيء قدير فعلا يعني ممكن ينسخ الآية ويجيب الآية ويجيب ضدها جنبه بعد ما فيش مشكلة على كل شيء قدير ممكن يكون أبكم وأصم وأعمى وبيشوف ويقرأ ويتكلم ويجري حوار مع الله يعني ما فيهاش مشكلة يقول الطبري يعني جل تناءه بقوله ما ننسخ من آية إلى غيره فنبدله ونغيره ولذلك وذلك يعني كيف كيف سينسخ أن يحول الحلال حراما ممكن الله يحول الحلال حرام والحرام حلالا ممكن يحول الحرام حلالا والمباح محضورا والمحضور مباحا ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحضر والإطلاق والمنع والإباحة فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ هذا تفسير الطبري معنى أن الله ممكن حرم شيء بعد مدة قصيرة قصيرة مش يعني ألف السنين مئات السنين لا 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 كلها في عمر محمد وأحيانا بين يوم وآخر بل قيلها في بعض التفاسير بين ساعة وآخر أحيانا الناس يقول منسوخ خلي بالك يعني مش تطورة البشرية وارتقت وخلاص وجاء قانون آخر لا 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 ده في نفس الفترة فترة محمد وأحيانا بين يوم وآخر وأحيانا بين ساعة وآخر عن قتادة قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ما معنى ننسيها كان ينسخ الآية بالآية التي بعدها مباشرة آية يجيب وحدة من وراه ينسخ القول هذا بشر هذه تناقضات يعني الفكرة تنقض الأخرى تبطل الأخرى ويقرأ نبي الله الآية أو أكثر من ذلك ثم تنسى وترفع ما معنى تنسى وترفع يعني محمد كان يفهمهم أن أي آية نسيها أنساه الله إياها لأنه أبطلها نسخها وسيعود بوحدة مثلها طبعا ده سداجة أو بوحدة أحسن منها يعني برر نسيانه بالنسخ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها قال كان الله تعالى ذكره ينسي نبيه ما شاء وينسخ ما شاء تفسير الطبر للبقرة 106 يعني الله كان يسبب النسيان لمحمد حتى يسحب منه الآية ويبعث له آية أخرى تعوذ الآية التي أنسى محمد إياها الناسخ والمنسوخ هو الفكرة ونقيدها هو المتناقضات إذا كان القرآن يتحدان بأن نجد المتناقضات فلا يحق له أن يعتبر المتناقضات ناسخ ومنسوخ لأن هذا يسحب يفرغ هذا التحدي من معنى لو أنا تقول لي أن هذا أحمر ينبغي أن يكون أحمرا ثم تيجي بعده وتقول لا ينبغي أن يكون أصفرا أنا لو جيت أقرأ هذا تناقض لكن أنت تقول لي لا أنا كتبت هذه الفكرة ثم نسختها بهذه الفكرة إذا لن أستطيع أن أجد أي تناقض لأنك سحبت مني وفسرت كل شيء كل تناقض موجود في القرآن بأنه ناسخ ومنسوخ سحبت مني الشرط الذي اشتردته على نفسك الناسخ والمنسوخ معارض لتحدي القرآن الأول ثم معارض لآيات أخرى يناقض آيات أخرى سنقرئك فلا تنسى الله يعيد محمد كما يعتقد المسلمون سنقرئك فلا تنسى سنقرئك القرآن ولن تنسى هذا وعد من الله سنقرئك فلا تنسى ثم يجي بعدها مباشرة إلا ما شاء الله إلا ما أردت أنا طيب أي شيء سينسى محمد سيقولون لنا أنه يدخل فيه إلا ما شاء الله يعني في الأخير ينسى طيب في الأخير ما هو ما لزم أو ما دور سنقرئك فلا تنسى إيه لزمها إيه لزمها إيه دورها ما دور هذا الوعد إذا كان محمد سينسى على أي حال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ما هو كل نسيان ما شاء الله إذن سينسى وخلاص وأنساه الله كما تقولون إذن هذه لا حاجة لنا بها زاعدة سنقرئك فلا تنسى زاعدة وقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يقول تعالى ذكره سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله فسر الماء بالماء أي واحد سينسى في الكون سيقول لك إلا ما شاء الله خلاص الله خلاني أتذكر إلا ما شاءه إيه العجب إيه الغريب يعني في الموضوع ومحمد كان ينسى عن عائشة قالت كان النبي استمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها في آية كنت أنسيتها تماما ده طبعا دليل على أن محمد كان ينسى آيات كثيرة كان يسمع واحد في المسجد سمع وقرأ آية قاله رحمه الله فكرني في آية كنت أنسيتها تماما فين سنقرئك فلا تنسى آه لا تدخل في إلا ما شاء الله طيب خلاص يعني ما حاجتنا إلا سنقرئك فلا تنسى في آيات تناقض إحذاها التي تليها وراء بعض في الأنفال 65 مع الأنفال 66 وراء بعض بيتناقضوا آية تناقض الأخرى الآية الأولى يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال كويس إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ما بيفهموش فأنت عشر يغلبوا مئة وعشرون يغلبوا مئتين يعني عشر مقابل مئة يعني كل واحد مقابل عشر كان بعد هذه الآية كان حرام على المسلم أن يفر من عشر أشخاص حرام عليه شرعا ألزمه الله أنه واحد يقف أمام عشرة ماشي المسلمون اشتكوا قالوا ده ده فوق طاقتنا كيف واحد يواجه بالسلاح عشرة وحرام يفر من قدامهم اشتكوا لمحمد قالوا ده هذا ده ده انتحار ده كتير علينا حملتنا ما لا طاقة لنبيه لحظة لحظة الحل موجود الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن الله خفف عنكم معرف انكم ضعاف فإن يكن منكم مئة يغلبوا مئتين صار واحد مقابل اثنين من واحد مقابل عشرة نزلها خفضها إلى واحد مقابل اثنين إيه يكون مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيه يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين أولا علمة طبعا المسلمون يلجأوا لتقافة التبرير لا في علمان في العلم الصابق اللي بيعرفوا ربنا وفي علم أن المشاهدة يظهر ضعفهم شايف لا ده تبرير يعني لو جيت أنا واحد أسن قانون أقول على المسلمين واحد يقف أمام عشرة وبعد ما يشتركوا المسلمون أقول لهم خلاص واحد يقف أمام اثنين ده تناقض ولا مش تناقض سمي ناسخ ومنسوخ سمي ناقد ومنقود سمي أي شيء ده تناقض لو كنت تعلم من أول ما حاجتنا إلى الأولى واحد مقابل عشرة من الأول تحط واحد مقابل اثنين ما حاجتك أنه تجيب آية وتخليها فوق قدرتهم ولما يشتك وتروح مغيرها وعامل قانون تاني ده من طباع البشر ده مش من طباع الله وفي نفس الوقت يعني تفسير الطبر يقول عن عبد الله بن عباس لما نزلت هذه الآية تقولت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين ومئة ألفا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى نسخها معنى أبطلها يعني نقدها واحدة صارت تناقض الأخرى ثم خفف تعالى ذكروا عن المؤمنين إذ علم ضعفهم علم ضعفهم معنى أن الله كان بيكتب وكأن الله كان بيكتب ثم شطب على الآية الأولى خلاص أشطب على هذه مثل أي شخص بيكتب كتاب أشطب على الأولى ما تعملوش بيها ما لزمتها الآن في هذه في القرآن لا لزومة لها ما بيعملوش بيها المسلمون خلاص أنا أشطب عليها خلي بس ستة وستين وموجود الأتنين ويتعبد بهم المسلم أتنين ويقراهم وشايفهم تناقض خلص معنى علم أن هذا هو التناقض بعيني في آية أخرى شبيهة لها وورى بعض المجادلة 12-13 نفس الشيء يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة اشترت محمد أنه أي واحد جاي يسأله عن مسألة يقدم فلوس ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يعني اللي ما عندوش الله غفور رحيم لكن اللي عندو لازم يقدم بعد ذلك اشتكى المسلمون قالوا لا يعني هم طنشوه يعني ولا واحد عمل بها إلا علي بن أبي طالب هو اللي طبق هذه الآية فلما ما طبقهاش أي واحد جاب الآية الثانية ولغى الأمر الأوليني أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات خلاص فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله وخبيرهم بما تعلمون قمة التناقض جبت شيء شفتوا ما نجح سنيت قانون قاطعوا الشعب كله رحت لغيت القانون الأولين وحطت قانون تاني هذا ما يفعله محمد جاب قانون كل شعب تجاهل الأمر قالوا خلاش بلاش المسألة أصلا يعني لا تسألوني إلا بعد وضع فلوس وقالوا بلاش السؤال أصلا محدش جاء إلا علي وراح قال آه يبدو أن القانون حتطفش كل الناس خلاص خليني نجيب الآية الثانية يعني معناها هذه الآية لا لزوم لها الآن في القرآن مش طوبة خلاص ما هذا هو التناقض هذه هي طبيعة البشر المفروض أن الله عارف أنه المسلمين لن يحتملوا يجيب لهم الآية 13 مباشرة ليه يكلفهم في الآية 12 وصار شكله وحش أمام الناس ليه يدخل في كل هذا الموال حتى يجيب الآية 13 عن مجاهد في قولي فقدموا بين يدي نجواكم صدق قال نوه عن مناجات النبي حتى يتصدقوا فلم يناجي إلا علي بن أبي طالب قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرقصة في ذلك عن قتادة قال إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار تخيل أمر يعمل به ساعة من نهار فقط آية تعمل بها ساعة علي بن أبي طالب يقول في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق يعني آية جوتابل بالفرنسي آية تستخدم مرة واحدة وترمة ساعة من نهار إذن القرآن باين أنه مليء بالمتناقضات يقول الشيء ونقيده وأحيانا في نفس الآية أحيانا في الآية والتي تليها والمسلمون يبررون هذا أحيانا بالناسخ والمنسوخ أحيانا بتبريرات أخرى لن تفسر ولن تعفي القرآن من أنه كتاب متناقض إذن لماذا كفرت بالقرآن سبب آخر أنه مليء بالمتناقضات وهذا غيض من فيض هذه مجرد عينة بسيطة أما المتناقضات فهي كثيرة ممكن نكمل الحوار على السوشيال ميديا على تويتر على الفيسبوك على اليوتيوب تابعونا أيضا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى